بالرغم من الغيابات النهاردة بالرغم من حالات الإصابة بكورونا كان عندك النهاردة في كرة اليد لعيبة مصابة شفنا النهاردة واحد من اللعيبة بيكلم زميله يعني على غرار بقى وليد سليمان ومؤمن بجرية بزرق فنهاردة بكرة السلة فنهاردة بنتكلم يعني عن حالة وأجواء هي اللحظة دي اللحظة دي حلوة قوي بص واللي طلع مسحته سلبية على آخر لحظة ونزل يشارك أنا كنت عايز أنزل ليكوا حق تفرحوا وتفرحتونا النهاردة جدا مباراة ولا أروع فعلا ومباراة كانت صعبة والحقيقة النهاردة يعني بسبب المباراة دي كان عندنا ملفات كتير ومهمة كنا المفروضة هنتكلم فيها لكن احنا النهاردة هنتكلم في بعض الأخبار وعندنا آخر فقرة هنتكلم فيها مع عمر البنوبي زي كل يوم ثلاثة النقد الرياضي طبعا وهنتكلم عن الجايزة المستحقة اللي حصل عليها الكابتل محمود الخطيب مؤخرا في دبي والجلاب ساكر طبعا كابتل محمود الخطيب السهام عايزين نقول اللي يمكن هو التهيئة جوايز بقى ومش جوايز لا الجوايز جوايز كتيرة والألقاب كتيرة لكن كابتل محمود الخطيب كان حريص زي ما أنت قلت هو متواجد مازال في الإمارات لكن بعد طبعا رسالة بيهني فيها سلة الأهلي ببطولة المرتبط بيقول حرس كابتل محمود الخطيب طبعا رئيس النادي على تهنية لعيب السلة وجهازهم الفني والإدارة والطب بعد الفوز بدور المرتبط النهاردة على حساب طبعا نادي الاتحاد السكندري أشهدت كابتل محمود الخطيب بالانضباط الفني والسلوك اللعيب لنادي الأهلي ودأهم الرجولي طوال المباراة ده طبعا كان في اتصال هاتفي من جانب كابتل محمود الخطيب المتواجد حاليا في الإمارات زي ما أنت قلت كان بيستلم طبعا جائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وأكد للاعبين النفوس دور المرتبط مجرد بداية زي ما بنتكلم دايما وكانت بطولة في ظروف صعبة جدا طمحات كانت كبيرة جدا وطمحات النادي الأهلي يعني كمان مستمرة واللي بيطلب بها للعيب أنها يعني يبزلوا أقصى جهد لهم لإسعاد الجماهير شدت كمان على ضرورة استمرار مسيرة الانتصارات على كل المستويات وهذا لا يتحقق إلا بالعطاء والإخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب أكد كابتل محمود الخطيب على ثقة الكبيرة جدا في جميع عناصر منظومة الفريق لإن شاء الله تقديم موسم مميز وتحقيق أحسن النتائج اللي يستحققها طبعا النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي طبعا إحنا بنهنيهم مرة تانية والحقيقة كمان يمكن زي ما قلنا كمان دلوقتي في مكافأة استثنائية لفريقاء رجال وسيدات السلة عايزة أقرى البيان مع حضراتكم طبعا هيسن السعيد أم بالواجب وقاعد من صباحات ربنا بيتابع هذه التغطية لكن النهاردة دلوقتي من شوية مجلس إدارة النادي الأهلي قرر برئاسة الكابتن محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية لفريقاء السلة رجال وسيدات بعد فوز كليهما بدور المرتبط رجال وسيدات جاء ذلك تقديرا من مجلس الإدارة لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسئولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري وإسعاد جماهير النادي الأهلي يا جمهور النادي الأهلي لك حق تفرح ولينا كل أسبوع يعني نحق بطول كل يوم كل يوم كل يوم الحمد لله بطولة غالية الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفرحة اللعبة لأنها كانت مباراة صعبة صعبة جدا والمرأة اللي فاتت كانت أصعب كانت فيه مشاكل كتير كنا أنا برضو أهاب وعيسى مسحي قاعدين لا كان فيه أمش عايزين نتكلم في التفاصيلها لكن هو رقم واحد الأهلي الأهلي دائما رقم واحد يعني دي كانت مباراة صعبة وزي ما أنت قلت يمكن كلنا فرحنا بصراحة وهارد لك طبعا للتحاد طبعا هارد لك للتحاد فريق كبير وفريق على مستوى عالي جدا لقدم مباراة جيدة لكن طبعا نادي الأهلي بروح فانيلا الحمرة وبإصرار رجالته وبإصرار كل المنظومة أنا ببدأ دايما من الولادة الصغيرين وده الأهم عندي الولادة الصغيرين كان شعلة من النشاط والحماس في المدرجات وكمان وجودهم في الملعب بيحتفلوا مع زميلهم الكبار ألف ألف مبروك لكرة السلة للنادي الأهلي وإن شاء الله فيه انتصارات مستمرة بإذن الله